تتواصل فعاليات التمرين المشترك حمد 2 الذي نفذت صباح اليوم أحد مراحله من قبل عدد من سفن سلاح البحرية الملكي البحرينية بمشاركة سفن من سلاح البحرية بالقوات المسلحة لجمهورية مصر العربية الشقيقة وقد شمل التمرين الذي نفذ في المياه الإقليمية لمملكة البحرين على العديد من التدريبات المشتركة والمناورات التكتيكية وفق تسلسل مجريات مراحل التمرين المشترك حمد 2 الذي يأتي ضمن الخطط المعدة لتطوير الجاهزية العملياتية وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية الشقيقة لتلبية الأهداف التي رسمتها القيادتان في البلدين وأبدت الأسلحة المشاركة في التمرين مهارة عالية في تنفيذ مهمها القيادية والقتالية التي عكست الدقة والكفاءة العاليتين في تنسيق العمليات البحرية المشتركة وعززت التدريب النوعي للتعامل مع كافة التهديدات الجدير ذكره أن تمرين حمد 2 يهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين قوات دفاع البحرين والقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية حيث يجتمل التمرين على أحدث نظم التدريب العسكري المتقدم والنظريات القتالية في مختلف صنوف التدريب والأسلحة الحديثة المتطورة بالإضافة إلى ذلك سيعزز التمرين من أواصر التعاون والعمل المشترك ويهيئ الأرضية الصلبة لتبادل الخبرات في المجالات العسكرية مما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية للقوات ترجمة نانسي قنقر